في يوم السلساء موافق 17-09-2024 نفتت إسرائيل هجوماً إلكترونياً واسعاً نطاق استهدف الألاف الأجهزة المحمولة المعروفة بـ Pagers مما أدأ لتفجيرها في اليوم التالي قامت مرة أخرى بتفجير مئات الأجهزة اللاسلكية من نوع آخر إضافة إلى قيامها بتاريخ 19-09 بترويع سكان العاصمة بيروت وكافة المناطق بتحليق الطيران الحربي على علوه المنخفض وخرقه المتكرر لجدار الصوت مما أدأ إلى حالات هلع لاسية من لدى الأطفال وبتاريخ اليوم نفذت إسرائيل اعتداء صاروخياً في عمك أكثر المناطق اقتصاساً بالسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فدمرت مبنى سكانياً وأوقعت في حصيلة أولوية 14 ضاحية منهم أطفال و66 جريحة هذه الهجمات أدت حتى الآن إلى وفاة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة ألاف الجرحة ومنهم مئات في حالة خطرة بالإضافة لمئات آخرين تعرضوا من تشوهات جسدية أو فقدوا أحد أطرافهم أو بصرهم بالكامل وقد ترك هذا الهجوم المستشفيات والطواقم الطبية في لبنان في حالة طوارئ غير مسبوقة مستفزاً قدرتها الاستعابية مستنفداً قدرتها الاستعابية كما أصارها الاعتداء حالة واسعة من الرعب والهلع بين المدنيين في كافة المناطق اللبنانية تأتي هذه الهجمات التي تمثل سابقة خطرة وغير مسبوقة في طريق الحروب في عقاب سلسلة من التصريحات الإسرائيلية بشن حرب واسعة على لبنان وإعادته إلى العصر الحجري ولم تكتفي إسرائيل بهذه الهجمات فحسب بل تبعتها بإصدار تصريحات رسمية وتغريدة لمستشار رئيس حكومتها تم حسفها لاحقاً بسرعة تؤكد ضلوعها وتحقيقها نتائج إشابية من هذا العدوان مما نسف بصورة متعمدة مهمة الوسطاء الدوليين الذين يعملون على وقف لإطلاق النار في غزة وجنوب لبنان وكافة محولات الحكومة اللبنانية لخفض التسعيد وضبط النفس وفي هذا السياق نشدد على أن اللجوء إلى تفجير ألاف أجهزة اتصال عن بعد بشكل جماعي وغادر دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يتواجد بالقرب منها يعد اسلوباً قتالياً غير مسبوك في وحشيته وأرهابه إن استهداف ألاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية وفي مناطق واسعة ومكتزة بالسكان تشمل كافة المناطق اللبنانية أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية في المنازل والشوارع وأماكن العمل ومراكز التسوق هو الأرهاب بعينه وانتهاك صارح للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان ويصنفه من دون أدنى شك كجريمة حرب فالبروتوكول الأول الإضافة لاتفاقية جنيف لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ينص في المادة 35 على حق أطراف النزاع في اختيار وسائل وأسليب القتال ليس مطلقا مما يعني أن استخدام التفجير الإلكتروني لأجهزة الاتصال كأسلوب للقتال وهو أسلوب غير تقليدي يجب أن يخضع للقانون الدولي والإنساني لسيما مبدأ الحماية أي تأمين الحماية للسكان المدنيين حسب المادة 48 مبدأ الاحتياط أي أن يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات عند إدارة العمليات العسكرية لتجنب أحداث الخسائر في أرواح المدنيين والحاق الخسائر بالممتلكات المدنية المادة 57 كذلك نص البروتوكول الأول الإضافي في المادة 51 على حظر أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف تستهدف نشر الزعر بين المدنيين كما حذر في المادة 37 قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر